ونتحول الآن إلى معبر قسطل الحدودي حيث ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية يعني أرصد لنا الوضع لديك وأبرز ما قام به الوفد الأممي عبر معبر قسطل اليوم تحياتي لك ولكل متابعين من أمام مرسى معديات معبر قسطل البري الحدودي الذي يربط بين مصر وسودان ونحن نتحدث عن زيادة في أعداد الوفدين مع استمرار عملية إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية إلى المدن والأراضي المصرية نتحدث عن تجاوز الأعداد إلى أكثر من ستين ألف وافد مصريين وسودانيين وأصحاب جنسيات أخرى أما عن الحديث حول الشهادات الدولية والإشادات الأممية من قبل العديد من منظمات المجتمع سواء المدني أو أيضا المنظمات الأممية والدولية التابعة للأمم المتحدة والإقليمية أيضا كان هناك العديد من الزيارات خلال الأيام السابقة وأيضا كان آخرها اليوم من قبل منظمة الصحة العالمية وترأس هذا الوفد الكبير الذي تجول داخل معبر قسطل البريم الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر وكان لنا هذا اللقاء معه والذي تناول العديد من النقاط والتساؤلات حول الجهود المصرية وقامت بالإثناء وأيضا على هذه الجهود وما يقدم من الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة المصرية فور وصول الوفدين سواء من السودان والمصريين وأصحاب الجنسيات الأخرى إلى معبر قسطل وأيضا معبر أرقين تقدم لهم الخدمات الطبية واللوجستية بمختلف الأنواع وأيضا أثنت وتحدثت حول ضرورة التلقيح وأيضا ضرورة الحصول على بعض الخدمات الطبية تحسبا لأي حالات تحتاج إلى العلاج الفوري أيضا تحدثت حول العيادات المتنقلة المتواجدة داخل هذه المعابر هذا عن الحضور الأممي والدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة حيث كان هناك عدد من الزيارات نتحدث عن المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين منظمة الهجرة الدولية البرنامج الغذاء العالمي وأيضا لو تحدثنا عن منظمة اليونسيف كان هناك وفود لهذه المنظمات خلال الأيام السابقة ولنا العديد من اللقاءات معهم خلال هذه الجوالات أما عن الموقع الذي أنا الآن بصدده وهي مرسى معديات معبر قسطل هذا المرسى الذي يستقبل المعديات ومن ثم استفاف عدد من الحافلات الفارغة ثم الصعود إلى هذه المعديات إلى المرور إلى الضفة الأخرى للوصول إلى الضفة الخاصة بمعبر قسطل ومن ثم المرور بأحد الطرق الموصلة إلى المعبر والتي تستغرق ساعة عبر مياه النيل ثم أيضا ما لا يقل عن 50 كيلو متر حتى الوصول إلى الحدود المصرية السودانية وبالبعد ما يقرب من 50 أو 40 كيلو متر نتحدث عن مدينة وادي حلفة السودانية الحدودية ثم الوصول بالنظمة للوافدين إلى معبر قسطل هذه الرحلة من خلال مرسى معديات معبر قسطل حتى الوصول إلى الحدود ومن ثم العودة مرة أخرى بهذه الحافلات عبر المعديات محملة بالوافدين رحلة الوافد عند الوصول إلى معبر قسطل تبدأ بالتأشيرات وأوراق التوثيق وقيام هيئة الموانئ البرية والجفة بإضافة عدد من الأطقم الإدارية لتسهيل عملية الوصول وعملية المرور من سهولة ويصر في الإجراءات التوثيقية والتأشيرات وغير ذلك أما لو تحدثنا أيضا عن المساعدات اللوجستية والطبية المقدمة من وزارة الصحة وأيضا الهلال الأحمر المصري نتحدث عن تقديم حقائب إسعاف أولية واجبات خفيفة نتحدث أيضا عن عيادات متنقلة وأيضا تقوم وزارة الصحة بالدفع بعدد من عربات الإسعاف نتحدث عن أكثر من 25 عربة إسعاف تم التعزيز بها المعابر المصرية ولو تحدثنا أيضا غير الأعادات المتنقلة الهلال الأحمر المصري يقوم بمراكز إغاثية مستشفى ميداني في معبر قسطل وأيضا الفرق الطبية المتحركة وثابتة هذا عن المساعدات الطبية أما لو ذهبنا إلى زاوية أخرى وهو الجانب المجتمعي من قبل الأهالي سواء القبائل والعائلات المصرية الكبيرة وتحديدا في جنوب مصر نتحدث عن عائلات كبيرة في محافظة أسوان وتحديدا في مدينة أبو سنبل بالقيام بمبادرات خاصة بالمعابر بتوزيع الوجبات وأيضا تقديم الخدمات الطبية والقيام ببعض المؤن الغذائية لإخوانهم من الوافدين من جميع الجنسيات وتحديدا من السودان لو تحدثنا أيضا عن طريق العودة بعد أن تحمل هذه الحافلات بالوافدين والعودة مرة أخرى إلى الموقع الذي يتواجد به الآن في الضفة الأخرى مرسى هذه المعاديات هناك أيضا العديد من المبادرات المجتمعية الأخرى الخاصة بفتح المنازل استقبال الوافدين توزيع الوجبات عليهم توزيع الخدمات الطبية أيضا عليهم هناك دور كبير سواء من الجهود المصرية المتمثلة في العديد من المؤسسات نتكلم عن وزارة الصحة نتحدث عن الهلال الأحمر المصري وأيضا وزارة النقلة التي قامت بتوفير هذه الحافلات وأيضا الدورة المجتمعية المتمثل في الأهالي والقبائل المصرية التي تقوم بفتح المنازل لاستقبال إخوانهم من السودان هذا المشهد الكبير عند وصول المعديات إلى هنا بالحافلات تتم التوجه إلى عدد من أماكن تمركز سواء السيارات أو الأوتوبيسات أو أيضا محطات القطرات بالتنصيق مع محافظة أسوان لتنظيم حركة القطرات القادمة إلى أسوان والدهبة منها أيضا هذه الجهود المصرية الكبيرة لإجلاء المصريين من السودان أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد على كل هذه التفاصيل والصورة لديك من معبر قسطل الحدودي مع السودان ترجمة نانسي قنقر